فيما يتعلق بموضوع اليوم مع عبد الحكيم دريوش يقول يعتبر الأجداد ملاذا للعبر وامتحانات الحياة وحضنا دافئا حنونا قد يسدون في بعض الأحيين الفراغات التي يتركها الأباء ويعودونها بحكمهم وتجاربهم في الدنيا سؤالي يقال إن الأجداد يفضلون أحفادهم على أبنائهم فهل هذا صحيح؟ وهذه الحلقة جاءت مع مرض جدي الحمري أرجو من الله أن يعافيه ويطيل في عمره شكري وامتناني للأستاذ أمينة برقش نتمنى الشفاء فعلا لجدك عبد الحكيم أحيانا وهذه معروفة كتلقى على أن مثلا كي لاحظوها بعض الأمهات كيقولك غريبة كيفاش الأم ديالي كان ممنوع لي ندخلون الصالون في حين على أن لما كنمشون عند الأولاد ديالي كيكونوا في الصالون كيلعبوه كياخدوا المخدات والوسادات والأم ديالي ما كتقلوا لهم هذه احنا كنعتبرها هي فرصة للتصالح يعني أنا ماشي نستدرك لأنك يكون تازدك المرحلة ضد ضغطة الأولاد خديتي واحد نوعد البعد لما خديتي البعد عندك فرصة العمر للتصالح استدرك يعني ما فات أنا كنعطيه نبنك أو نبنتك اللي ما كنشي كنسمح لك بي لأننا استدركته دابا يعني هذي فرصة للي طمئنان الأجداد كيخص الأباء يكون عندهم وحدة الدكاء حدسي باش يزكوا هذي ما يبقوش قبطة نحنا كان عندنا ممنوع ما يمكنش الدخول ما يمكنش تعمل ما يمكنش إلا مكان ما يمكنش إلى أخيريه كتشوفهم دابا لأننا عايشين واحد نوعد هذي هو اللي كيضمن لهم ذيك الحزام الأمني لأن الحزام الأمني ماشي هي يزيروا عليك بل بالعكس هي يغففوا عليك إذن كل هذي الأشياء هذي اللي تكره المستمع الكريم هي عند هذي ولد دلال اللي ترحته إنتنا عنده واحد الوظيفة ديال التصالح مع الأولاد من خلال تغيير السلوكات ديالك مع الأحفاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر